موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا ومسهلا وحياكم في فيديو جديد معي أنا عبدالله الغفيص وأخيرا وصل للآيفون XR والذي جاء بفكرة جديدة من ناحية المواد يعني مواد التصنيع والتصميم وكذلك السعر والذي يعتبر أرخص من هواتف XS واليوم بقدم لك بإذن الله فتح للصندوق وأهم المميزات الموجودة بالآيفون XR وإيش يفرق عن الآيفون XS أو XS Max أبدأ معك بفتح للصندوق والذي يكون مشابه بشكل كبير الهواتف XS فعندك الكتيبات والجهاز وكذلك سماعات منفذ اللايتنينج وكابل الشحن وكذلك رأس الشحن أما فكرة قبل بهذا الجهاز في قدمت لك هاتف خليط بالتصميم ما بين الآيفون X أو الآيفون X أو الآيفون 8 ومواصفات شبيهة بالآيفون XS وكذلك قدمته بسعر أرخص عشان تستهدف أسواق أكثر ويكون خيار للناس اللي ما تقدر تشتري XS أو XS Mac فبتحصل على هذا الهاتف وخليني أبدأ معك الآن بأهم المميزات الموجودة بالآيفون XR البداية مع التصميم وجودة التصنيع صحيح أن الهاتف يأتي بسعر أقل ولكن جودة التصنيع ممتازة جدا لا من ناحية الجسم اللي هو الألمنيوم أو الخلفية الزجاجية واللي على فكرة عليها نفس طبقة الحماية الموجودة بالآيفون XS الجديد واللي تعتبر من أقوى طبقات الحماية للزجاج على الهواتف حسب كلام أبل كذلك عندنا نفس المعالج الموجودة بهواتف XS وهو A12 Bionic وهو أول معالج من أبل بتقنية 7 نانومتر ويحمل الجيل الثاني من الذكاء الاصطناعي الرام طبعاً فيه 3 جيجا بايت مع ثلاث ساعات تخزينية وهي 128 و 64 و 250 جيجا والأداء بيكون ممتاز جداً بفضل المعالج الجديد سواء في الألعاب وحتى بتطبيقاته الواقع المعزز اللي هي تطبيقاته الـ AI والآيفون XR مقاوم للماء والغبار بمعيار الـ IP67 واللي بيعطيك مقاومة حتى عمق متر لمدة 30 دقيقة وهو طبعاً أقل من معيار المقاومة الموجود بالآيفون XS الشاشة هي IPS LCD وتعتبر أكبر شاشة LCD أنتجتها أبل على هواتف الآيفون فيه بحجم 6.1 إنش وهي أكبر من الآيفون 8 بلس ولكن لما نرجع الحجم الجهاز فبالشاشة هذه يعتبر وسط بين الآيفون XS Max وكذلك XS العادي وأما دقة الشاشة في 10R فيه 1792 x 828 بيكسل كذلك من الأمور الجديدة عندنا وهي الكاميرا الخلفية صارت الآن كاميرا واحدة بدل الكاميرتين الموجودة في هواتف 10S ولكن أبل أضافت مجموعة من المميزات في السفت وير للكاميرا عشان تعطيك ميزة العزل أو البورتري بالكاميرا الخلفية واللي بدقة 12 ميجابيكسل وفيها ميزة Smart HDR الجديدة وتصوير الفيديو بدقة 4K وكذلك التحكم بالعزل بعد التصوير أما من ناحية الكاميرا الأممية فيها العزل والبورتري وكل شيء فهي مثل كاميرا 10S بالضبط واللي طبعا هي بدقة 7 ميجابيكسل طبعا الآيفون 10R والآيفون XR فيه ميزة بصمة الوجه الفيس اي دي وكذلك فيه ميزة الهابتك تاتش واللي هي شبيهة الحجمة بميزة 3D تاتش ولكن فكرتها عبر لمس المطول بدل الضغط وبعد كذا بتعرض لك الخيارات أو الاختصارات سواء بالإعدادات أو الكيبورد وغيرها كذلك الآيفون 10R فيه ميزة الضغط للتنبيع والنقر على الشاشة عشان يعني تشتغل معاك والبطارية عندنا نقدر نقول أنها من أهم المزايا بالهاتف فيه تعتبر أطول بطارية الآن بين هواتف الآيفون واللي بتعطيك حوالي ساعة ونصف زيادة عن الآيفون 8 بلس وطبعا الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي وكذلك الآيفون 10R يدعم شريحتين اتصال واللي هي شريحة حقيقية والثانية هي شريحة إلكترونية وكذلك من المميزات هي تواجد 6 ألوان للهاتف الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأصفر وكذلك اللون المرجاني وأما بخصوص الأسعار فبحطها لك بوصف الفيديو عموما هذه أهم المميزات الجديدة التي قدمتها أبل بالآيفون 10R وأشوف صراحة خيار ممتاز إذا كنت تبغى جهاز بشاشة كبيرة لكنها أصغر من 10S Max خاصة إذا كنت من الناس لا أعجبهم حجم شاشة 10S Max أو حجم الجهاز فهذا الحجم بيكون خيار مناسب لك خاصة مع البطارية التي تعطيك وقت أطول والسعر الأرخص بين هاتف الآيفون الجديدة وبإذن الله قليبا أقدم مرجعتي الكاملة والمميزات والعيوب بعد الاستخدام المطول اكتبوا لي بالتعليقات ما تريدون أن نركز عليها بالمراجعة لا تنسونا الاشتراك واللايك وأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم موسيقى موسيقى موسيقى